واخد بس من هذه اللقطة انه سوريا عادت طب هو امريكا كانت اخرت قرار وطلعت قانون اسمه قانون قيصر هذا القانون كان بيجرم ويحرم ويمنع ويقاوم اي تعامل مع النظام السوري قانون امريكا اللي يتعامل مع النظام السوري بقى بيعادي امريكا وهنفرض عليه عقوبات وكانت سوريا يعني في حالة حصار حقيقي لكن في تحركات حصلت خير للمرحلة الماضية مش بالصدفة يعني الملك عبدالله جي القاهرة ملك عبدالله ملك الاردن العهل الاردني جي القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الخطة ان احنا عايزين نوصل غازل لبنان عايزين نتحرك في هذا الاتجاه عايزين نعيد الخط العربي وضعه عايزين نتحرك ونرجع سوريا لمحطها العربي عايزين نرجع سوريا لمقعدها في جامعة العربية عايزين سوريا تعود مرة اخرى ده توجهات مصرية قومية للمصلحة العليا للدول العربية الاجتماع السيد الرئيس والملك عبدالله الثاني كان في خطة وكان في تحركات ربما يعني الاعلام مش بيعرف كل حاجة لكن في خطة بهذا الامر بهذا الخصوص الملك عبدالله نسق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس عبدالفتاح السيسي نسق مع الملك عبدالله كيف يمكن ان احنا نتحرك في هذا الاتجاه وبالفعل ملك عبدالله تحرك بعد هذا اللقاء في اتجاهه رأى على واشنطن التقى بالرئيس الامريكي جو بايدن واستطاع التحرك العربي المصري الاردني اقناع الشريك الامريكي في واشنطن بانه نجمد قانون قيصر يتم تجميد قانون قيصر الامريكي او وضعه في التلاجة لحين او بغرض تشغيل الخط العربي الخط العربي مش هيمر من سوريا الا بموافقة امريكية لاننا عاملين قانون اسمه قانون قيصر خلينا نخش في المواضيع بشكل مباشر الملك عبدالله هو قدام حضرته قاعد ولي عهده مع الرئيس بايدن في هذا الاستقبال اللي وصف بانه استقبال كان دافئا وتم الموافقة على تجميد مشروع او قانون قيصر ومن ثم المرور داخل اراضي السورية بخط الغاز بمباركة امريكية في عندنا مطب تاني ايه المطب التاني روسيا لان روسيا موجودة بنفوزها داخل اراضي السورية وانشاء خط غاز مصري عربي يمر من سوريا غاز لبنان يطلع على تركيا ربما ربما يثير حافيزة الروس لان عندهم غاز بغاز اوروبا بيه ومن هنا كان التنصيق المصري الاردني ملك عبدالله يطلع على روسيا يلتقي مع الرئيس بوتين بهذا الشكل وبهذا الاطار ويكون هناك ايضا موافقة روسية ومباركة روسية على اطلاق خط الغاز العربي داخل الاراضي السورية لانه خلينا عمليين دون موافقة امريكا وروسيا على مرور خط هيتم استهدافه من الارهابيين لان الارهابيين اللي موجودين في سوريا يا جماعة جزء شغال لحساب امريكا وجزء شغال لحساب روسيا وجزء شغال لحساب تركيا وجزء شغال لحساب الشيطان الى اخره وسوريا ضاعت في هذا الاطار لكن والله هترجع سوريا تاني والله الذي لا اله الا هو هتعود مرة اخرى سوريا وتعود مرة اخرى دمشق ويرفرف علم سوريا فوق الجامعة العربية التي شاركت في تأسسها من جديد وضفق الغاز المصري مغزيا عمان ومن عمان إلى بيروت ومن بيروت إلى ترابلس الشرق ومن ترابلس الشرق إلى بنياس ومن بنياس إلى دمشق من دمشق إلى بغداد وتعود الأمة العربية من جديد هذه ليست أحلام وإنما هذا واقع ملموس بنراه الآن هذه التطورات والتحركات المصرية الأردنية والتنصيق المصر الأردني أدى بنا في النهاية إلى ما بدأت به الحلقة أنه الغاز المصري أو الغاز العربي بيتطفق أو الغاز المصري بيتطفق عبر خطوط الغاز العربية التي كانت متوقفة بفعل تجاذبات سياسية وإرهابيين يعني اللي يضرب خط الغاز السوري حد بيلعب لحساب روسي واللي بيدرب خط الغاز بيلعب لحساب أمريكا بيلعب لحساب تركيا كله كان بيلعب في الأراضي السورية النهاردة احنا بنعمل عملية إعادة تموضع يا جماعة سوريا يحكمها السوريون العراق يحكمها العراقيون ليبيا يحكمها الليبيون القوى الأجنبية تركية من فضلكم عايزين نبقى أصدقاء وفي علاقات احترموا أراضينا العربية احترموا بلادنا احترموا عاصمنا عشان نحترمكم إيران من فضلكم عايزين تعيشوا معنا عايزين نحترم العراق وحدود العراق عانا بتدخل في الشأن الداخلي العراقي عانا بتدخل في الشأن الداخلي اللبناني ارفعوا أياديكم عن اليمن وهكذا التحركات القوية للإدارة المصرية ومعها وخلفها الإدارة الدول العربية في لبنان ودول الخليج العربي تحركات مصرية كانت واعية أدت في النهاية إلى تسيير خط الغاز العربي ليطضاء لبنان إن شاء الله خلال الأيام وسوريا والعراق وتعود مصر إلى دورها مرة أخرى في الشرق احنا كنا مش عايزة تكلم على كنا فين وبقينا فين لكن الحمد لله على ما وصلنا إليه الآن في مشروع الشام الجديد خط الغاز العربي اللي بينبئ لي إن شاء الله وبتنبأ إن سوريا تعود إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وترجع تاني سوريا تاني